أعلن جهاز تنمية المشروعات أنه ينفذ حالياً بتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي برنامج الارتقاء الحضري لتطوير البنية الأساسية بأربعة مناطق هي الزوية الحمراء وعزبة خير الله بمحافظة القاهرة وأرض ألواء وميت عقبة بمحافظة الجيزة حيث يتم تنفيذ 35 مشروعاً بلغت تكلفتها نحو 268 مليون جنيه هذا وقالت رئيس جهاز تنمية المشروعات نيفين جامع إن المشروعات المنفذة ساهمت في حل العديد من المشكلات التي يواجهها سكان هذه المناطق وساعدتهم على الاستقرار بها والاستمرار في مختلف أنشطتهم التجارية والخدمية والتوسع فيها حيث تم من خلالها توفير مياه شرب نظيفة وتطوير الأسواق ومواقف المايكروباس وعداد من الأنفاق وكبار المشاة والمدارس والوحدات الصحية علاوة على توفير الخدمات الرياضية للشباب